تجولت عدسة قناة صلاح الدين في أسواق مدينة تكريت حيث أبدى المواطنون تذمرهم من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بعد قرار الحكومة الاتحادية رفع سعر صرف الدولار مأثر سلبا في الوضع المعيشي للمواطن البسيط الدولار والحكومة عدم السياسة الصحيحة والإدارة الصحيحة بسبب الأوضاع صعود جدا فضيع كله بدون استثناء الغذائية لأنه إحنا بلد بس يستوعد ماكو ينتاج محلي كل شي صعب بسبب الدولار المواد الغذائية الأشياء المنزلية سوق كلها ميت من ورد دولار صعود حيل أذانة حسا كلها قعود والله ماكو لا بيع ولا شرم ورد دولار أثر بالسوق يعني أثر حيل أثر والله حيل أثر بالسوق مواد الغذائية صعب سوقها كل شي صعب سوقها أنا شغلة عمالة نشتغل عمالة بيجور ب15 تجيبها ل15 وين تروح بيها تعال وين تروح بيها يوميا يعني تاخد مسواق لو تاخد لك شي ب15 ألف كله صعب المي بالسوق تجعل أبو المحل يقول لك بألف هو جملة هو يتاني بسعر 750 الدجاز صاعد النجفة فهي كله صعدوا المخضر لا حيزي أنا ماكو أي صعود بيه والله الحكومة جعت تسوي خطيئ عليهم بس همي وراء ما يروحون يرجعون يغلون ترجمة نانسي قنقر